اشتركوا في القناة 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 فيه أشياء بتظل سنة تخلص بحطة عجنب برشع بحطة قدامي برجع بصلحها عن جديد لأنه ما بتكون عطيت بتعذبني صحيح فيه فرح بس فيه شي طاقة ما فيه يقول أني ماني مبسوطة أنا أنا كتير مبسوطة أنا عندي فرح داخلي عندي عائلة سندتني نعم هيدا الشي اللي عندك جو مريح اللوح اللي عم نشوفها هلأ هيدا الزراء المهيمن على الصورة هيدا مارين هيدا من وراء سفرة على كوبنهاجن حبيت البيوت حبيت الألوان حبيت المي اللي شفتها والش خطير هيدا بكوبنهاجن منطقة سياحية كنت ناطرة جوزة لأني عطول بسافر معه هو كان بمؤتمر وأنا كنت عم بعمل كروكي بسيط يعني حتى يمكن ما بينشايف في الكروكي بس فكرة تحتى أظلني متذكرة شو شايفة إنه أحسيسة أوقات بكتب على جنب الألوان اللي حب استعملها هيدا بد أحكيكي لما ترجعي لما تسافري وحضرتك خبرتيني أنه أغلب اللوحات هي مكتبسة من السفر لما ترجعي ما تلاقي صعوبة أنك ترجعي تستذكري وتستحضري هيدا مشاهد لا أبدا أبدا لأنه ما بكون بدي ما بكون بدي شيل من ذهني هيدا الفكرة ما بدي شيلها بدي عيش معها شو بمبسط لما بعيش بالإشياء اللي شفتها باللي عشتها بالانتباعات اللي حسيتها بالناس اللي اختبرتها بالناس اللي تعرفت عليها هنيكي بالألوان والمناظرية اللي مش شايفة مثله بمبسط بحضر بيقولوا الرسام حزين يعني بكل لوحة من الأشياء اللي شفناها ممكن نلاقي حزن ولا مخص يمكن مخبى شوي في حزن أكيد في حزن لأنه إذا ما في حزن ما في فرح ما في فن بيقولوا كمان في صراع بصراحة في صراع في صراع كتير قوي تتطلع كل لوحة في صراع مع ذاتي نعم هل كل إنسان ممكن يشوف القشرة اللي انت عم تشوفيها يعني نحن بنعرف أنه اللوحة هي شخصية إيران إحساس إيران مشاعرية إيران وانتباعات إيران طبعا هل هيدا الشيء ممكن منكم أي إنسان ممكن يشوفه ويلمسه لأ أنا مثلا بصراحة لما الناس بتشوف بتصير أحلى اللوحة بتصير أحلى لأنه بدل ما تاخد مشاعري واحدة تاخد كمانا مشاعرك ومشاعر أصحابنا ها هي كتير حلو حقيقة حلو الطريقة اللي بتطرح فيها اللوحة إيران حتى أنتو عم تحكي عن اللوحة حلو يعني ما بيحب الفن والرسم بصير يحبه مرسي كتير هيدا منزوئك داليا شو الإشياء هيك بما أنه نحنا للأسف قرادنا نختم شو الإشياء المستقبلية بعد هالمعرض يعني شو متفكر إيران هيك خطوات لاحقة كمين تدعم هيدا الفن الجميل جدا بدي أقولك بصراحة كان في قبال كتير قوي وشي اللي فرفح لقلبي بالمعرض فرفح لقلبي وكمين توترت يعني فترة توترت لأنه معي عندي صانتي قدامي بالجالورية تقبرم أو تسلم على العالم امبسطت لدرجة شفت شباب وصبايا وهالشي عطاني أمل كتير كتير كبير أنا متأملة لأنه بتصور هني خلاص الوطن بس هي حس الشعب اللي بده هيك خطوات بيجننوا بيجننوا أنه الشباب هن جيل جديد بياخد العقل تتخيلين أنه موجودين بمعرض من هالنوع مني مني أستاذة فن ما حدا بيعرفني بس أجو يمكن أجو عدا فيه جوع عدا فيه رغبة عدا فيه أشياء مكبوطة عدا الشباب حبتشوف أشياء جديدة أشياء فنية شو لكان شو لكان شو التحديات والمشاكل اللي ممكن تعترضك إيران بفنك اليوم إحنا بأزمة إحنا وطلعنا نعرف عايشين باللبنان وأنت مستقرة بلبنان حاليا أكيد شو المشاكل اللي ممكن تكون تعترضك برسمك بريشتك أكبر أكبر أزعاج إنه ولادي مش حدي بس بس هيدا أكبر أزعاج حزن اللوحة هيدا هو ممكن إن شاء الله يرجع يمشي البلد متل ما نحنا منحد يرجع يصير فيه ثقافة ويرجع يصير فيه قوة وأهم شي سلام وحرية لما بيرجعوا كل هولي بيرجعوا لولاد ترجع الشبيبة الطيبة نعم ويرجع بيعيش البلد عم نرجع منشوف اللوحات كمان الحلو برسماتك إيران إنه عملي يعني لوحة لوحات مجزة لوحاتك يعني كل لوحة بتكمل لوحة تانية شو حلو هيدا شي كتير أنا شخصيا أول مرة بشوفه وشي ملفت بصير الإنسان عنده حشرية إنه يكف الصورة اللي بعدها شو بيضيف هيدا الشي على المشاهد أو الشخص العادي الممكن عم يشاهد صورة هل هيدا الشي الهدف اللي أنت بديك توصلي متل ما أنا شفته بصراحة بكون مش بعت من أول صورة لأنه لأنه عملت تونس بس ما كفتني اللوحة يمكن كن لازم أشتغل على لوحة أكبر سو يمكن ها هي مشون هيك عملت منسميهم هولي بوليبتيك يعني ديبتيك يعني لوحتين بيكفوا بعض وتريبتيك ثلاثة متل ما شفت عاملة ثلاثة اسمها مابريير صلاطة هودة ثلاثة الزرق يلي شفت يون بالأول قلتلك صغار بس إني أخدوا معي وقت لأنه رايحة على شي شوي روحانة كنت في و وبعث إذا جوابتك عالسؤال متل ما لازم بتساعديني أنه ما كفيت يعني قلنا قصدي قول أنه جمالية المشهد وجمالية الصورة بتخليك تروحي لها صورة تانية هدفها ما بنحسر بهذه يمكن أنا الدنيا مش ساعتني هيك العالم الدنيا مش ساعتني بقى بعتقد مرتش رح اشتغل على روحة كبيرة ضغرة أي لوحات أحب على قلب إيران جواب واحد جواب واحد متل كأنك عم تسأليني أي ولد بتحب حسرتك حتجاوبي أكيد نحن عم نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله معرض موفى وإن شاء الله يلاقي الأصداء الإيجابية لأنتي طبعا تستهليع مرسي كتير ونتشكرك رح وضورك معنا أنا اللي بتشكركم مرسي كتير مرسي لعليك وشاهدينا بريك صغير ونرجع ميكون معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنية اشتركوا في القناة